كي تنعقد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء تحتاج إلى حضور النصف زائدا واحدا أي إنها بحاجة إلى حضور 65 نائبا على الأقل ومن هؤلاء ال65 يستطيع 33 نائبا منهم فقط أن يمنح الحكومة الثقة سيما وأن الدستور لم ينص على ما يسمى أكثرية موصوفة كما نص مثلا في أحكام المادة 49 عند انتخاب رئيس الجمهورية أو حين تعديل الدستور سندا لأحكام المادة 77 و79 من الدستور بالتالي اليوم نحن أمام أكثرية عادية أكثرية نصف زائد واحد لا أكثر ولا أقل لا شك على أن مبدئيا نيل الثقة بأكثرية 33 نائب سيكون أو ستكون نسبة هزيلة لحكومة أمامها الكثير من المطباط والاستحقاقات على مقلب الشارع سيحاول المتظاهرون منع النواب من الوصول إلى الساحة النجمة بهدف تعطيل اكتمال نصاب الجلسة الذي يحتاج إلى 65 نائبا وإلا طارت الجلسة كما حدث سابقا في إحدى الجلسات التشريعية إلا أن غالبية الكتل تعتزم حضور جلسة الثلاثاء باستثناء الكتائب والقومي وبعض النواب المستقلين وبذلك يكون عدد الحاضرين أكثر من مائة في حال استطاعوا الوصول إلى المجلس اليوم الحكومة بحال سلمنا جدلا على أن الحضور قد شكل مائة نائب فالثقة بحاجة هنا إلى 51 نائب لأنه اليوم تتخذ القرارات بغالبية الأصوات الحاضرة بحال كان الحضور قد بلغ المائة بالتالي اليوم نحن بحاجة إلى 51 صوت ثقة حتى نقول أن هذه الحكومة قد نالت الثقة بشكل قانوني ودستوري أما في حال التعادل في الأصوات أي مثلا إذا منح 50 نائبا الحكومة الثقة و50 حجبوها عنها فهذا يعني أنها لم تنال الثقة وتصبح الحكومة في حكم المستقيلة وعلى رئيس الجمهورية المباشرة في استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس جديد للحكومة نعيم برجاوي قناة الجديد